وزير المالية المصري عارفينه طبعا وعارفين اسمه محافظينه السيد محمد معيد تعالوا كده مواريكو بيقول ايه بيقوله نتطلع لدور اكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم التنمية ده كلام وزير المالية طيب حلو جدا نتطلع لدور اكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم التنمية كلام ده حصل في لقاءه مع وفد مسئولي البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية وحضور ممثلة البنك بالقاهرة ووفقا لبيان الوزارة اللي صدر النهاردة شدد معالي الوزير على ان القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين تمام كلام جميل جدا كلام حلو قوي الكلام بيقوله كلام والله يا جماعة زي الفل قال لك هو التحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل ياه هو احنا لسه يا جماعة موضوع التأمين الصحي الشامل ده ما عملناهوش لجميع افراد الاسرة قال لك يعني انت لو موظف ممكن نعملك تأمين ونقمن على حياتك ونقلبك في قرشين تيجي تكشف على ابنك بقى على مراتك معك ربنا يعني انما تأمين شامل لجميع الفراد الاسرة دي ما ده ده امنية معاناية على فكرة حقوق في كل الدول يعني ده حقوق عندنا ده طرف رفاهية زيادة يعني مهم ما علينا ان تأتي متأخرا خير من قال لا تأتي فقال لك تأمين صحي شامل لجميع افراد الاسرة وان المنظومة الجديدة بتتيح للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية بقول لكم رفاهية عالية جدا سواء بقى كان من القطاع العام او من الخاص محمد معاناية ما اكتفاش بكده ده قال كمان ان القطاع الخاص بيساهم في تقديم خدمات والتأمين الصحي الشامل وهو رقيزة رئيسية للاستدامة في المنظومة الصحية الجديدة بس كده لا عندنا حاجات كتير مهمة جدا عندنا كمان تصريح مهم جدا قاله وزير المالية نقلا عن المصر اليوم بيدعو بنك الاستثمار الاوروبي لمزيد من الدعم لتمويل مشروعات التنمية والتغيير المناخ طب التغير المناخ دي انت يا معالي الوزير يا معالي الوزير حطتها كده من عندك مؤمن بالجملة دي ولا الصحفي جود تغيروا المناخ تفاكرين مؤتمر المناخ واللي حصل فيه وفاكرين المشهد الصعب والناس بتعدي من على الاولي بالتوب وبيدوسوا في الميا فاكرين مؤتمر المناخ واحنا لسه عندنا موضوع محاربة بتقشر رز والغايمة الدخانية والسحابة الدخانية فاكرين مؤتمر المناخ واحنا لسه عندنا انابيب بتنفجر في البيوت والبيوت بتتهد فاكرين مؤتمر المناخ واحنا لسه اسكندرية بتغرق في شبر ميا فبيقول لك التغير المناخ انتوا اصلا المفروض كلمة المناخ دي تعمل لوك حسية وما تجيبوه سنتها بعد الفضايح اللي حصلت لنا وما علينا فدعت دكتور محمد معايت وزير المالية بنك الاستثمار الاوروبي عشان يقدم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية هل المزيد من الدعم الذي يأتي من بنك الاستثمار الاوروبي يصل بالفعل الى مستحقيه في مشروعات التنمية الناس بتكلمنا تقول ما بيوصل لناش حاجة مش عارفين نعمل حاجة طب الحاجات دي كلها بتروح فين بتصب فين ده اللي حاول عرفوا برضو النهاردة من ضيف وضيفكم بإذن الله وهنتكلم معافة اسئلة كتير جدا جدا وهنقش في كل هذه التصريحات لكن خلونا نكمل كلام محمد معايت قال كمان انه هو زي ما قلتلكم هو اراء المواطنين حيال طيب لا خلينا نشوف الاول بس هو بيدعو البنك الاستثمار الاوروبي الى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخ اللي انا قلتلكم عليه وقال لك حاجة بقى بصراحة يعني ايه دحكتني قال لك والمشروعات الخضراء في مصر البلد اللي عملت قطع الشجر قال لك مشروعات خضراء في مصر اه من خلال ايه معالي الوزير قال لك بقى دعم انشاء المدارس مساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي يعني بصوا انتوا لو عادتوا تدوروا على كلمة التأمين الصحي الشامل في كلام معالي وزير المالية هتلاقوها تقريبا كل سطر والتاني تأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل هتقول ليه ايه الهدف من تقرار هذه الجملة اقول لك ببساطة شديدة جدا لما الدول بتحب تناشد الدول الغربية عشان ياخدوا دعم هم عارفين الدعم بيجي على ايه فيقوله التأمين الصحي الشامل فالتاني يقولك ايه تأمين صحي شامل يعني ابه امه اطفال واسرة عايزه تأمين صحي يعني علاج فيبدأ يتعاطى مع الموضوع من هذا العنوان طب يا ترى الدعم لما بيجي بيروح للتأمين الصحي الشامل فعلا ولا بيروح لأمور اخرى برافو عليكم انا عارف ان انتم شطار بيروح لأمور اخرى طبعا ملاش دعوا ولا بالصحي ولا بالتأمين ولا بشامل التأمين هدول مش موجودين عندنا هو ده اللي بيحصل للأسف في ظل وجود مناشدات كثيرة جدا بوجود دعم عايزين دعم هتنى دعم يجي الدعم مايروحش لمستحقيه كالعادة طيب زي ما قلت لحضراتكو برضو هو شدد على ان القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين طب معاي الوزير وانت ما تقدرش تزود سطر كده يعني استاذ محمد ما تقدرش تزود سطر كده تقول فيه والله يا جماعة لو قوات المسلحة خرجت من المشهد وثابتنا بقى نشتغل اقتصاد بجد وثابتنا بقى نجيب مستثمرين نعمل جذب الاستثمار والمشاريع تبقى في متناول اي مستثمر مش شرط يكون لبس بدلا ميري عايز يستثمر ونرفع الاستثمار في البلد ونرفع الحياة الاقتصادية في البلد ما تزودش السطر ده ليه واحد طبعا قاعد بالفرقة لها تقول انت مجنون يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده عايز مين ينشد مين يقولهم كده انا انا بتكلم على الصح ولي المفروض يكون موجود ولي بحلم بيه البلدي انه كل واحد يقوم بشغلانته يا جماعة كل واحد يقوم بشغلانته وبعد كده ألاقي بقى جذب استثمار ومستثمرين عايزين يجيوا يشتغلوا وعايزين يعملوا مشاريع انما كل حاجة بتحصل في البلد اي ان كان لونها او طعمها او ريحيتها ملاش غير بوابة واحدة كوات مسلحة طب ليه ليه لماذا لماذا هذه العسكرة في كل المشاريع حتى الاقتصاد اتعسكر الصحة اتعسكرت كل حاجة اتعسكرت في البلد طب ليه يا جماعة ليه لماذا سؤال محتاج اجابة وهل الاقتصاد اصلا بينجح في ظل هذه العسكرة الموجودة وهذا التحكم والسيطرة اللي موجودة على الاقتصاد المصري من قبل جهة واحدة تتحكم في كل شيء حاجة صعبة جدا ومحتاجة لوقفة كبيرة جدا قال زي ما قلت لحضراتكم عمال اقرى كل تصريحاته وقال انه هو كمان عايز تقديم الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي وقال اننا ملتزمين بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم عارف حضرتك الكلمة دي اوعى تمر عليك مرور الكرام موسيقى